بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بس وتولى المخارب من؟ المراد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لماذا جاء الكلام برمير الغيبة؟ تلطفاً؟ نعم تلطفاً معه عليه الصلاة والسلام في العتاب لأنه لما عبس وتولى ليس كرهاً لذات الشخص ابن أم مكتوم كلا وليس بخلاً بما عنده من علم أن يعلمه كلا وإنما ليتفرغ لدعوة هؤلاء المشركين لعله أن يهديهم الله ثم بعد ذلك يتفرغ لتعليم ابن أم مكتوم وللإجابة على ما سيسأل عنه ومع ذلك قال الله أن جاءه الأعمى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلاً في دعوة من يطمع في إسلامهم من الأشراف والعظماء ولا شك أنه بإسلام الأشراف والعظماء يسلم أقوام فإسلام زعيم القوم وإسلام كبير القبيلة والشريفية ليس كإسلام أحد من الناس ومع ذلك عاتبه الله على ذلك فقال وما يدريك لعله يزكى ما يدريك يا محمد لعله يزكى لعل هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى أو لعله يتعظ فتنفعه هذه الموعظة أما هؤلاء القوم فإنهم لا يستفيدون أما هو فيحصل له التعاب وانزجار ثم قال تعالى أما من استغنى استغنى بماله واستغنى بقوته واستغنى بجاهه فأعرض عن الموعظة ورأى أنه في غنى عنها كما قال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة فأنت يا محمد تتعرض له وتقبل عليه وتطلب أن يسلم وهو معذر وما عليك أن لا يزكى ليس عليك أنت أن لا يتطهر مما هو فيه من الشرك فهذا المعرض هذا المستغني أنت لست ملزما بهدايته كما قال تعالى ليس عليك هدائهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى الذي جاءك أما الذي جاءك وهو مقبل يسعى في طلب التطهر بالموعظة وهو يخشى ربه عز وجل بقلبه ويخشى الساعة فأنت عنه تلاها أي تتشاغل عنه بغيره وفي هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه حرصوا على التزكي وحرصوا على التذكير وأنه أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن هذا الأمر والعجيب أنه القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جاء يشتكي ضرارته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستطيع الجهة كما في الصحيح على السورة الكريمة أو على آيات القرآن الكريم تذكرة أي موعظة يتعظ بها ويعتبر من وفقه الله عز وجل كما قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله عز وجل وذكر مواعظ القرآن بقلبه وإسانه وجوارحه الضائرة والباطنة فالتعرض كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كلا إنها تذكر وقال في سورة المدثر كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا في صحف مكرمة أي آيات القرآن في صحف مكرمة صحف وصحائف جمع صحيفة مكرمة يعني أنها معظمة عند الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني عالية القدر والمنزلة من الله تبارك وتعالى هذه الصحف وهي لها المكانة العالية العظيمة عند الله مرفوعة عالية القدر مطهرة من الدنس ومن الزيادة ومن النقصان ومن التحريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهي معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان بأيدي سفرة قال ابن عباس هي الملائكة هي الملائكة فالسفرة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني السفرة بين الله وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير قال البخاري سفرة الملائكة ولها قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة عليه الصلاة والسلام بأيدي سفرة كرام بررة كرام في أخلاقهم أي ذوي أخلاق كريمة وصفات شريفة خلقا وخلقا مكرمين عند الله عز وجل قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي حديث ضيوف المكرمين من الملائكة بررة أي في قلوبهم وأعمالهم فهم من الباررين المطيعين لله عز وجل لا يعصون الله ما أمروا ما يفعلون ما يمروا وهكذا ينبغي لأهل القرآن الذين يحملون كتاب الله في صدوهم أن تكون أخلاقهم هكذا يكونون من البررة من الكرام من المتقيدين بما يأمر به القرآن الكريم من المتبعين لأوامر القرآن من المنتهين عن نواه القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الباررة والذي يقرأه عليه الشاق له أجران ثم قال تبارك وتعالى بعدما بيّن محمد الله بعدما بيّن الله تبارك وتعالى منزلة القرآن ومكانة الملائكة عليه الصلاة والسلام عند الله قال قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره وهذه الآية الكريمة تُبَيِّن لعن وطرد وطرد عن رحمة الله والهلاك لهذا الإنسان الكافر المكذب بالبعث والنشور ما أكفره ما استفهامية هنا ما أكفره ما الذي حمله على الكفر ممكن تكون ما للتعجب أي ما أعظم كفره وما أشد تكريبه فما يحتمل فيها وجهان أن تكون استفهامية أو أن تكون تعجبية للتعجب ما إن كانت الاستفهام يعني ما الذي حمله على الكفر إن كانت التعجب ما أعظم كفره وما أشد تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام وبالبعث مع وضوحي الأدلة على ذلك من أي شيء خلقه استفهام للتقليل وكلمة شيء نكر في سياق الاستفهام وتفيد هنا التحقير والتقليل أي من شيء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده ما هو هذا الشيء فسر بقوله من نطفة خلقه فقدره والنطفة الماء القليل يعني من ماء قليل وهو مني الرجل والمرأة قال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون هنا قال من نطفة خلقه فقدره أي قدر خلقه أطوارا يمر كل إنسان بهذه الأطوار من نطفة يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم قدر أيضاً أجله وعمله شقي أو سعيد وخلقه ثم السبيل يسره الطريق للخروج من بطن أمه يسره وسعيده فإنه ما يستطيع أحد أن يسهل خروج الجنين إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى هو الذي سهل خروجه ولهذا المرأة عند الولادة المسلمة يكون قلبها نعم يكون قلبها متعلق بالله عز وجل لأن ترى أنه ما يكشف هذه الكربة إلا الله فهي مرض مخوف مرض الموت كم من امرأة ماتت في نفاسها ولهذا صار لها فضل عظيم وهو الشهادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد الشهادة قال والمرأة تموت ها أي نعم جم بسررها ثم أماته فأقبره ويمكن أيضا يراد بالسبيل أيضا قال له أي نعم كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وهديناه النجذين بينا له طريق الخير والشغل ثم أماته فأقبره ثم بعد ذلك بعد الحياة هذه سواء طالت أو قصرت تقبض روحه وتخرج الروح من هذا البدن فأقبره أي جعله ذا قبر أي جعل له قبرا يواري جسده سترا له وإكراما وتشريفا واحتراما ثم إلى شاء شرمتها شاء الله عز وجل بعثه أحياه بعد موته للحساب والجزاء ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال تعالى ليس ذلك بقادر على يحيى الموت كلا لما يقضي ما أمره للردع والزجر كلا أي كلا لما يقضي الإنسان ما أمره لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات لم يؤدي كلا لما يقضي ما أمره لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات أو كلا لما يقضي الله عز وجل ما أمره أي ما أمر به كوناً وقدراً أي لم يأتي ولم يحن وقت أمر الله عز وجل بنشر الخلائق وبعثهم وحسابهم بل هذا له موعد ينتظر هل تلاحظون الفرق بين الأمرين ما الفرق بينهما الأول في الدنيا كلا لما يقضي الإنسان ولم يؤدي ما أمره الله تعالى به من الواجبات والفرائض والثاني كلا لما يقضي يعود إلى من هو لم يقضي إلى الله جل جلاله لم يقضي الله ما أمر به كوناً وقدراً يعني لم يحن ولم يأتي الوقت الذي يأمر الله جل وعلا فيه بنشر الخلائق لأنه قبل ذلك قال ثم إذا شاء أنشره لم يأتي وقت من الشورى إلى الآن لم يأتي الوقت الذي ينشر فيه الإنسان ثم بعد ذلك بل له موعد سيأتي ثم قال تعالى في الآية السابقات استدلال على قدرة الله العظيمة على خلق الإنسان وبعثه ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها وما من الله به على الإنسان من مناً قال فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه يفكر هذا الإنسان في ما يأكل يتأمل فيه من أين جاء هذا الأكل وكيف وجد وما هي مراحل التي مر بها ليعلم أن وراء ذلك الرب العظيم والخالق الكريم سبحانه المدبر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وعلى كل شيء قدير وقال تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون ونحزززعون أن ناصببنا الماء صبا أي أنزلنا الماء من السماء والسحاب على الأرض لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعم وأنسية كثيرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا كثيرا فنبت هذا نبات ونمى على وجه الأرض جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض جعله دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير جعل الله جل جلاله نظر الإنسان في إخراج طعامه من الأرض جعله الله جل جلاله دليلا على إخراجه هو أي الإنسان منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير والعاقل ما يفرق بين المتماثلات الإنسان يشاهد إخراج النبات ولا يشاهد ما يحصل له هو هنا أنا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أنواع الحبوب والثمار كالأرز والبر والذرة والشعير وغيرها أنبتنا فيها حبا وعنبا وهو معروف وهو من أنفع وأفضل الفواكة التي تؤكل ولهذا امتن الله تعالى به على أهل الجنة هل ذكر أنه من طعام الجنة؟ أو لم يذكر؟ ذكر قريبا في السورة عما يتساءلون إن للمتقين مفازة حدائق وأعنبا مع الفرق الشاسع بين ما في الدنيا وما عند الله في الجنة وقضبا وقضبا هنا قال الله أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا أنبتنا فيها حبا القضب نوع من العلف الذي تأكله الدواب يسمى الرطبة ويسمى القت ويسمى الفسفصة الرطبة تعدد تقوى المفسرين ويسمى البرسيم كل هذه مسمى لشيء واحد وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع والحقيقة واحدة وزيتونا ونخلا وهو من أفضل الأشجار وأكثرها بركة ولهذا الأقسم الله فيه فقال والتين والزيتون وامتدح شجرته بقوله يوقد من شجرة مباركة وجاء في الحديث كلوا الزيت والدهن وبه فإنه من شجرة مباركة وزيتونا ونخلا والنخل أمره عجيب أيضا في فوائده وفضائله ونخلا وزيتونا وحدائق غلبا بساتين ذات أشجار طويلة كبيرة كثيرة متنوعة وحدائق وحدائق غلبا يعني أن الله سبحانه وتعالى بثنا في حبا وعينبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا والغلب إما أن يراد بها الأشجار الطويلة الكبيرة ولهذا قال هنا وحدائق غلبا وإما أن يراد بالغلب النخل الغلاظ الكرام وهنا قال حدائق غلبا وفاكهة وأبا أما الفاكهة فيه معروفة ما يتفك به الإنسان من الثمار وما يؤكل رطبا وأنبتنا لكم فيها الأشجار المختلفة من ذات الفواكه والثمار والتنوع وأبا الأب هو الكلأ والعشب الذي يكل الحيوان الأب الكلأ والعشب الذي ترعاه البهايم والحيوان جاء نبي بكر رضي الله عنه قال لما سوئ عن قوله فاكهة وأبا قال أي سماع تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في الكتاب الله ما لا أعلم وهنا تنى الله عز وجل على عباده بهذه الأمور ثم ذكر سبحانه وتعالى إنزال الماء وإخراج هذه الخيرات من النبات فقال متاعا لكم ولأنعامكم يعني عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار الدنيا عيشة لكم في هذه الدنيا يعني أنتم كما تلاحظون هذه الآيات الكريمة بيّنت وذكرت الإنسان بضعفه وما يمر به من أطوار وأن الله تعالى قادر على إخراجه ثم بعد ذلك جاء إثبات المعاد ثم بيّن الله عز وجل بعض نعمه على العباد في هذه الخيرات ثم بيّن حقارة الدنيا وأنها مجرد متاع تتمضي ثم تزوء متاعا لكم ولأعامكم ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة الطامة في سورة نازعات هنا الصاخة فإذا جاءت الصاخة والنازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى والصاخة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الآذان بصيحتها وأهوالها هنا إلى جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطبة جليل جسيم يهرب الإنسان من أقرب الناس إليه وأعزهم عليه كما قال تعالى ولا يسأل حميم حميمة يبصرونه يفر المرء من أخيه ويشاركه في أصل النسب ومع ذلك يفر منه وقد يفر أيضا من أخيه يعني المقصود به ليس فقط النسب بل صديقه الحميم اللي بينه وبينه أخوة عجيبة ماذا يفر منه يفر من أخيه لأمه وأبيه ويفر من أخيه صديقه الحميم الذي كان يؤثره في الدنيا بكل شيء وأمه وأبيه ويفر من أمه ويهرب من هذه الأم التي عرفت بعطفها وحنانها ورقتها يفر منها ويفر من أبيه أيضا ويفر من صاحبته من زوجته يهرب من زوجته التي كانت في الدنيا من أقرب الناس إلى قلبه وجسمه يفر منها لأنه رأى شيء عظيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفهولا وبنيه يهرب من أبنائه الذين هم فلذت كفده وثمرت فؤاده من ذلك يفر منهم الحمد لله لكل مرئ منهم يوم إذن شأنوا يغنيه كل إنسان من هؤلاء يوم القيامة له ما يشغله عن غيره كل إنسان منشغل بنفسه عن غيره ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاتا عراتا غرلة قالت عائشة واسوأتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض كما في الصحيح وفي حديث الشفاعة كل واحد من رسل الله يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم إلى ربه عز وجل كما في الصحيحين وروا التمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاتا عراتا غرلة فقالت امرأة أيبصروا أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يوم إذن شأنوا يغنيه أو ما أشغله عن النظر ما أشغله عن النظر ثم بعد ذلك انقسموا الناس إلى غسمين وجوه يوم إذن مسفرة ضاحكة مستبشرة في هذا اليوم العظيم يكونوا المؤمنون جعلن الله وإياكم ووالدين وأزواجنا وذرياتنا منهم يكونون تكون وجوه مسفرة مشرقة مضيئة كما قال تعالى تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم أما الفريق الآخر أما الصف الثاني ووجوه يومئذ أي يوم القيامة فريق تكون وجوههم يوم القيامة يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة عليها غبار ترهقها قترة يغشاها سواد الوجوه كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه ما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العلاب لأنكم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبار ترهقها قترة تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الكفرة الذين كفروا بقلوبهم وبألسنتهم فأنكروا البعث وأنكروا ربوبية الله وأنكروا ألوهيته سبحانه وتعالى أو أنكروا أسماءه وصفاته أنكروا شرعه وقدره أولئك هم الكفرة الفجرة الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعمالهم الظاهرة كما قال تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ففي هذه الآيات العظيمة شدة أهوال القيامة وأن كل إنسان ينشغل بخلاص نفسه في هذا اليوم ويفر من أقرب الناس إليه وأن الناس ينقسمون إلى قسمين بحسب أعمالهم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن تكون وجوهم في ذلك اليوم مصفرة ضاحكة مستبشرة وممن يأخذ كتابه باليمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين